من دواسل السعادة والاعتزاز المشاركة من احتفال بمضيل ثلاثة أعوام على تنشيل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة في خطوة حكومية جديدة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكبر استحقاقاً جاء أعلان دكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على همش الاحتفال بمرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج تكافل وكرامة بقصر خدمات الدعم النقدي على الأسر التي لديها طفلان فقط وليس ثلاثة أطفال بداية من يناير المقبل حتى تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة في أمس الحاجة إلى الدعم وبحسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي في أعقاب إعلان مدبولي فإن الوزارة تجري مراجعة للمستحقين لهذه المعاشات كل ثلاث سنوات ومن يصبح غير مستحقاً يخرج من المنظومة بشكل تلقائي في ظل وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل إلى أكثر من مليون وتسعمائة وثمان وأربعين أسرة مصرية التحركات الحكومية في ضبط منظومة الدعم لا تقتصر فقط على مشروع تكافل وكرامة بل تشمل في الوقت الحالي التركيز على السلع التمونية المقدمة للمواطنين إذ أعلن وزير التموين الدكتور علي المصلحي قبل أيام أن الحكومة لا تسعى لخفض الدعم أو تغيير سعر الخبز إلا أنها تسعى لإيصال الدعم لمستحقي ورفع كفاءة المنظومة وأن الحكومة لن تقبل أن يظل الدعم موجهاً لفئات تعيش في قصور وتمتلك سيارات فارهة بحسب تعبيره كاشفاً أن الوزارة تدرس مع وزارة المالية تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي للنهوض بمنظومة الدعم ورفع كفاءتها وبحسب الموازنة المالية للعام المالي الجاري فإن قيمة الدعم تبلغ ثلاثمائة وثلاثين مليار جنيها أي ثلاثة وعشرين بالمئة من إجمالي الموازنة فهل ستنجح حكومة مدبولي في إيقاف مسلسل الدعم المهضور؟ ياسمين عادل تان تيفي